السلام عليكم اهلا اهلا كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بخير الحمد لله العدد لسه قليل ليه كده تمانية ننتظر ديئة ديئتين كده ننتظر ديئة ديئتين ونبدأ ان شاء الله ديئة ديئة اشتركوا في القناة 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 اسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 الفاتي اسد سينسيس ماشي طبعا كنا اخذنا البيتا اوبسوديشن البيتا اوبسوديشن مهمة جدا في حسابات الطاقة بتاعتها خلاص دايما اي حاجة فيها طاقة بتبقى ايه بتبقى بالنسبة لنا مهمة جدا ان احنا نحسن كمية الطاقة ناتجة خلاص طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل المحاضرة الفاتي النهاردة نتكلم بقى على الفاتي اسد سينسي تخليق الاحماد الدهنية a considerable number of fatty acids are derived from diet الواجبة بتاعتنا ممكن تمدنا بمجموعة كبيرة من الاحماد الدهنية living organisms have the capacity to synthesize fatty acids from acetyl coenzyme A ممكن الكائنات الحية بيبقى لها القدرة على انها تبدأ تعمل عملية تخليق للاحماد الدهنية دي من المركب اللي هو acetyl coenzyme A اللي قلنا المركب ده وسطي ومهم جدا كلمنا عليه في محاضرة سابقة صح estallic coenzyme A l-acetyl coenzyme A any substance that gives acetyl coenzyme A is called lipogenic أي مركب حيديني l-acetyl coenzyme A حسن مين هو ايه ليبوجينيك يعني له القدرة على ايه على انتاج دهون زي الجولوكوز انت لو كانت زيادة من الجولوكوز متوقع ان هو يتحول الزيادة دي الى دهون الاول طبعا بياخد جوز ويخزنه فيه زي ما قلنا في الكبد والعضلات في سورة جلايكوجين واللي بعد كده بيخزنه في سورة ايه دهون there are two mechanisms for fatty acid synthesis عندي اتنين الية اليتين ممكن ايه اخلق بيهم الايه الاحماض الايه الدهنية والسيتو بلازميك والسيتو بلازميك دي اللي هي بيسموها دينوفو يعني هو بيبدأ انشاء الاحماض الدهنية من اول الاسيطايل ويبدأ لغات لما يوصل للايه للبالميتك اللي هو ستاشر زر الكربون ودي تقريبا اللي هي بتطول الايه الاحماض الدهنية هياخد الستاشر ويطول يعمل منها تمنتاشر يعمل منها عشرين واوها طيب يعني نبدأ نكلم اعلى على السيتو بلازميك سيستيم فور فاتي اسيد سينسز اللي هو النظام السيتو بلازمي عشان نخلق اليه الاحماض الدهنية it's also called extra mitochondrial system يعني الكلام ده بيحصل برا الميتوكوندري او بيسموه دينوفو سينسز أو فاتي اسيد انشاء احماض دهنية من الاسيطايل the main product of this pathway is palmitic الناتج الاولي لهذا للعملية دي اللي هي ايه البالميتيك اسيد اللي هو مركب دهني او حامض دهني بيتكوى من 16 زر كربون خلاص السايت اللي هو السيتو بلازمي المكان بتاع الانتاج اللي عملية دي فين في السيتو بلازمي اللوكيشن many tissues including liver memory glands adipose tissue lung و الكدن دي الاماكن اللي تحصل فيها الدي نوفو requirement requirement this pathway needs the following substrate يعني المصار ده بيحتاج الى ايه بيحتاج الى مواد تفاعل معينة ايه هي زي ما قلنا كده اول مركب اللي هو acetyl coenzyme A دي وحدة البناء وحدة البناء اللي بنبني بيها الاحماد اللي ايه الدهنية acetyl coenzyme A ويبنحتاج المركب اللي هو nat ph plus h ده nat ph plus h اللي هو بيبقى مصدر للهايدروجين مصدر للهايدروجين للعملية بتاعتنا اللي احنا ايه انتاج الى الاحماد الدهنية and group of enzymes في مجموعة انزيمات called collectively fatty acid census complex خلاص طيب اول acetyl coenzyme A it is provided mainly by glucose جاي بينه اصلا جاي من اين الجلوكوز عن طريق glycolosis بيدين البيروفك والبيروفك بيعمل preparatory step ويدين الاصيتي coenzyme A زي ما اخذنا في المحارضة السابقة خلاص ثرو بيروفيت glycolosis يبقى اول انتاج للاصيتي عن طريق glycolosis من البيروفيك جلوكوز تحول الى بيروفيك والبيروفك تحول الى الاصيتي coenzyme السابستريت الثاني اللي هو الناد PH بلاس H اللي هو مصدر الهيدروجين it is provided by three sources ده ممكن ايه ممكن ناخده من ايه من ثلاث مصادر البنتوز فوسفيد باسوي ودرسنا الكلام ده بالتفصيل وعرفنا ان طبعا لازم تعرف هنا في الدورة تحت البنتوز لان مهمة خلاص دورة البنتوز فوسفيد باسوي مهمة وان امتحن فيها في الميتر خلاص البنتوز باسوي 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 دي هيدروجينيز ملك الجلوكوز وبعد كده يخش جوه الميتو كوندري خلاص بايورفيت هتحاول الى الاسيتايل كونزايم وهيرتبط بالوجزال واسيتيت عشان يكون لي الستريك اللي هو السيتريك أسيد خلاص والستريك أسيد ده هو الوسيلة اللي بيطلع بها الاسيتايل برة الميتو كوندري مرة اخرى صح عشان قلنا ان الغشان بتاع الميتو كوندري ده غير منفذ لكن ممكن يعمل ممكن يخرج للستريت ده يخلج الستريت ويتحول بعد كده الستريت دوان الى الاسيتايل كونزام اللي هي مادة البناء بتاعة الأحماض الدونية خرجت من جوه الميتو كوندري الى برة الاسيتو بلاس مكان التخليق بتاع الأحماض الدونية صح ويه الداني أجزال واسيتيت يبقى اثنين واربعة دي ستة خلاص كسرت الستريت الى الاسيتايل والأجزال الاسيت الاسيتايل هيخش فيه بناء الفاتي أسيد والأجزال واسيتيت هتحول الى الماليت والماليت يروح مرة أخرى الى البيروفيت هيديني الناد بي اتش انتاج ناد بي اتش عن طريق تحول الماليت الى البي البي روفيت خلاص شفنا كده فيه كم صار الاسيت الاسيت الوال البنتوس في السيد باسوي الاسيت الاسيت ومن كريب سايكل كل دي والأجزال واسيتيت للماليت كل دي مسارات دخلة عشان تساعد في تحويل الاسيتايل كو انزيم الى الفاتي أسيد كلها بتمديني بالاسيتايل اللي هي مادة البناء الاسيتايل وبتمديني بي الناد بي اتش اللي هو مصدر الهايدروجين في عملية انتاج الفاتي أسيد واضح ولا نيمين ولا صحيين ولا ايه بالظبط مش عارف أمل واضح الحمد لله ورناد واضح ما فيش اي سؤال في الحتة دي ننقل تمام طيب الفاتي أسيد تالت حاجة بنحتاج ها اللي هي معقد إنزيمي مجموعة من الإنزيمات كده فطبعا في كلام كتير نحن شلناه هنا وأنا ركز بس إن هذه إنزيم تضع 2 كاربون في كل ساكل through addition of melonyl coenzyme A and lose of CO2 طبعا هنا ايه أنا بقولك دايما acetyl وهنا جيت قلتلك ايه melonyl هنشوف القصة دي ايه دلوقتي خلاص يبقى أنا بستخدم مجموعة من ال من الإنزيمات المجموعة دي أنا ببدأ بال acetyl وكل مرة بستخدم مركب اسم melonyl وفي كل دورة هضيف على ال acetyl الأول اللي أنا مستخدمه ده هضيف عليه melonyl ال acetyl في 2 كربون هضيف عليه melonyl melonyl في 3 كربون بس أنا بضيف بنزع CO2 في CO2 بتنزع ويبقى الثلاثة بقت اثنين مرة أخرى واروح أضيفها على مين على الاثنين الأولانين يبقى أنا بادئ باثنين ولف لف هيبقى أربعة هيبقى ايه أربعة مين اللي بيعمل العملية دي مجموعة من الإنزيمات قال لي هنا بقى الإنسولين and citrate syncyz fatty acid الإنسولين والcitrate stimulate fatty acid A synthesis اللي بنشاط لي العملية دي اللي هو مين هرمون الإنسولين والcitrate اللي هو citrate acid نعيد تاني أنا بقول بستخدم ثلاث حاجات في إنتاج الأحماض الدهنية أول substrate بستخدمه الأسيطايل co-enzyme A ثاني حاجة بستخدم مين النات BH plus H كمصدر الهيدروجين ثالث حاجة بستخدم complex مجموعة من الإنزيمات خلاص أنا مش هديكم الإنزيمات بالتفصيل بتاع الدورة دي فأنا بقولك بستخدم complex مجموعة من الإنزيمات المجموعة من الإنزيمات بتشترك في خطوات عديدة مش في خطوة واحدة في خطوات عديدة بتشترك في إيه adds two carbons every cycle يعني بتلف إيه زي البيتا اوكسيديشن كده بس بالعكس كل لفة من مجموعة الإنزيمات دي بتبدأ تلف لفة أنا ببدأ بالأسيطايل ماشي ده الأساس بتاعي أسيطايل كوانزايم ايه بيكون شايله بروتين معين خلاص بيشايله كاريير بروتين شايل الأسيطايل وبعد كده ببدأ أحط على الأسيطايل كاريير ده حط عليه مركب اسمه مالونايل كوانزايم ايه مالونايل ده فيه ثلاث زرق كربول وابدأ ألف اللفة بالإنزيمات بتاعت دي أول ما تخلص اللفة دي حينزع CO2 خلاص أنا بادي باتنين وثلاثة اتنين وثلاثة يعني كام خمس زرق كربول طب هنزع منهم واحدة CO2 يبقى بادي بكام أكين اتنين واثنين بعد ما خلص اللفة اللي اتنين دول هيبقوا أربعة هيخشوا في سلسلة وبقوا أربعة زرق كربول خلاص مين اللي بينشط العملية دي الإنسولين والستريت هما لإيه الأساس الستريت اللي هو السيتريك أسد في زيادة من السيتريك أسد يبقى هيبدأ إيه ينشط العملية دي ويتكسر ويطلع بره للسيتوبلازم ويكسر إلى إيه إلى أسيتايل وأجزال وأسيتيت ويبدأ ينشط للعملية أو الإنسولين الإنسولين لأن هو دي شغلته إن هو عايز يقلل السكر في الدم فبينشط أي حاجة تسحب السكر من الدم من ضمنها إيه العملية دي عشان إيه إنتاج الدهون ويبدأ يخزينها خلاص واضحة أمل طبعاً طبعاً العملية دي هنشرح دلوقتي حالاً أو خطوة خطوات الخطوات الخطوات بتاعة إيه الإنتاج للأحماض الدونية من الإيه من السيتوبلاسم خلاص أول خطوة اللي الكاربوكسيليشن of acetyl coenzyme to form malonyl coenzyme المركب اللي بقولوك عليه يبقى أول حاجة في خطوة إن أنا بحول الacetyl إلى malonyl بحول acetyl إلى malonyl يعني إيه يعني أنا بعمله كاربوكسيليشن يعني بزود له مجموعة كاربوكسيلي COOH بزود له مجموعة كاربوكسيلي فبحول الacetyl إلى malonyl بالخطوة اللي احنا شايفينها دي اللي هو الacetyl اللي هو CH3 COS coenzyme مجموعة دي اسمها الacetyl باقي حامض الacetic باقي حامض الacetic خلاص جزء ده جزء ده باقي حامض الacetic الacetic CH3 CO OH بشير الOH بقى CH3 CO شرطة دي ده معناها ايه acetyl يعني باقي حامض الacetic بسموه الacyl acyl دي يعني acetyl melonyl اي حاجة ايه باقي الحامض الدهني لو انا شلت منه ايه الOH بسموه مجموعة الاسيل الاسيل خلاص لو acetyl يبقى acetyl خلاص دي الacetyl coenzyme ايه الacetyl coenzyme ايه ده خلاص بعمله carboxylation يعني بزود له مجموعة CO2 فبيبقى ايه اه الSH سريع هتبقى CO2 CO2 والH اللي فضله هتبقى ايه هيبقى COOH ايه يبقى انا زودت مجموعة ايه carboxyl خلاص زودت CO2 في صورة ايه مجموعة carboxyl تحول الacetyl الى melonyl coenzyme ايه اظن واضحة دي واضحة واضحة ولا عيد عيد على السريع بوسي انا كل مرة انا بستخدم وحدات الملونايل دي عشان انا اللي بستخدمها كل دورة عايز ازود زرتين كربون للحمد الدهني عايز ازود زرتين كربون بستخدم melonyl بستخدم melonyl فبقى اول بحاول الacetyl الى melonyl خلاص هحاول الacetyl الى melonyl الacetyl زرتين كربون عايز احاول melonyl melonyl تلت زرت كربون يبقى اضطرن انا ايه اضف له مجموعة CO2 هضف له CO2 اللي هو carbon dioxide لما اضف له carbon dioxide هحاول الacetyl الى هزود له CO2 بقى CO2 CO2 COS كو انزام ايه المركب ده اسمه melonyl co انزام ايه مركب ده اسمه melonyl co انزام ايه مركب نشط كده عشان يقدر ايه يخش فيه ايه الدورة اللي بتاعت انتاج الفاتي اصيد ويضف لي زرتين كربون مش هضيف ثلاثة هضيف زرتين لان CO2 دي اللي دخلتها دي هرجع هخرجها في الخطوة اللي ايه اللي جاية ان شاء الله واضح واضح يلا بسرعة طيب الخطوة التانية اللي الخطوة بتتكرر بقى كل دورة كل مجموعة من الايه من التفاعلات دي اللي ايه الدور دي المجموعة دي سميها دورة شوية الاسهم دولة يعني تفاعلات 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 بتنتهي بايه بان السلسلة بتاعتي حتزيد زراتين كاربون انا ببدأ بايه ببدأ بيه المركب اللي شايفينه ده الاول ده لو جزء ده ده بروتين ده دين كده وكل كده هو اللي انا بشاور عليها دي اسمها من غير الايه من غير الحتة اللي انا بقى هشاور عليها التانية دي المالونايل ده خلاص يبقى ده البداية بتاعتي في بروتين شايل مجموعة أستايل بروتين شايل مجموعة أستايل اسمه ايه اسيل كاريير بروتين اسمه بروتين الاسيل كاريير بروتين ده هيبدأ ياخد اول ايه اول هيخش في اول دورة عندي هياخد لي مين هياخد لي مالونايل كو انزيم ايه يبقى انا بدأت بأستايل راكب على ايه على الكاريير بروتين ده وسمته اسيل كاريير بروتين وهيبدأ تفاعل مع المالونايل اول جزء من المالونايل مالونايل كو انزيم ايه خلاص في خطوات عديدة في خطوات عديدة هستخدم فيها هنا ايه اتنين جزء من الناد بي اتش بلاس اتش هستهلك هنا اتنين جزء ناد بي اتش بلاس اتش في خلال هذي الخطوات كويس وهتنتهي بالاسيل كاريير بروتين ده بس بدلا ما كان فيه زارتين كربون بس بقى فيه كام اربع زار كربون ليه لان في اول خطوة نزعت انا سي اوتو اهو اول خطوة نزعت السي اوتو اللي كانت زيادة دي السي اوتو الزيادة دي اللي فوق دي نزعتها خلاص وركبلي على السي اوتشي تو سي اوتشي اهو اس كوانزيم ايه ويرجع يشيل الكوانزيم ايه للنحة التانية دي ويرجع ايه يعمل عملية ايه اه اه الريدكشن للسي اوتشي التانية اللي ركبة ويحاولها لسي اوتشي تو اخرى خلاص بقداني ايه سي اوتشي تو سي اوتشي تو CH3 خلاص دي اللفة الاولى يبقى اللفة الاولى من الاسيل كارير بروتين اللي فيه زر تين كربون هتفاعل مع المالونايل كونزايم ايه بمجموعة الانزيمات بتاعته دي كلها ويبدأ اول خطوة ينزع CO2 من التفاعل ويربط المركبين دول ببعض فهديني CO CH2 CO CH2 SQA ويرجع شيء للSQA دي يديني ايه CO CH2 CO CH3 يرجع يحصل له ماشي في خطوطين ويتحاول الى ايه CO CH2 CH3 طبعا انا شايل من عليكم الكلام ده تفاصيل هذا الموضوع مش عليكم انا بس بشرح لكم دول وقت ان احنا في اللفة الاولى الاسيتايل بدل الاسيل كاريا بروتين بقى كان شايل زر تين كربون بعد اول لفة استهلكنا اثنين نات بي اتش بلاس اتش ويه خدنا جزئ من المالونايل ويه طلعنا CO2 ويه الاسيل كاريا بروتين بدل ما كان شايل زر تين كربون بقى شايل كام بقى شايل اربعة نادية مش عايزة تفهم نادية عايزة ايه جاية في الاختبار ابدأ اركز معك يا دكتور وانا افهم مش جاية في الاختبار نشئ نرميها خلاص يعني يعني دي مش هاجبها في الاختبار حل دي احنا بس انا بوضح لكم ازاي ان يحصل ايه السنسز ازاي يحصل السنسز خلاص اه عشان ما فيش كلام يعني ما خلاص بقى انت فهمي بقى يعني يعني الكلام اللي انا قلته هو اللي فيه كلام هو اللي فيه يعني الاستيطايل المالونايل المش عارف ايه الدورة بتاعة بتاعة بس انا ما اجي انا اقولك الكلام اللي فات مثلا لو رجعنا اللي فات ده ها واقولك اي سؤال في الحتة دي وانت مش فاهمة يا يا مش عمين اللي كان ايه سأل خلاص ايه اللي دخل المالونايل في الموضوع ايه اللي احنا بدون الاسيطايل ولفة ورجعنا اقولنا مالونايل طب لو انت ما فيمتش اللي ايه اللي انا بتكلم عليه الخطوة دي بقية الحكاية بقى فين الكلام الكلام انا بقوله الاولاني ده طب لو ان لو جيت الكلم فيها على الحتة دي زي اللي انا ايه اختصرتها جامد دي خلاص فانت هتفهم ازاي طيب هتفهم ازاي هتفهم ازاي احنا رحنا فين الله ما عارفنا برجع الور او برجع الدم ايو ساحك طيب احنا بتكلم على الخطوة دي الخطوة دي ان انا بقولك ان ايه ان مجموعة الانزيمات دي بتضيف كل دورة زارتين كربون تو زارتين كربون افري سايكل يعني كل دورة سلو اديشن اف مالونايل كو انزيم ايه مالونايل ده تلت زارت كربون وبنزع سي او لما اقولك كلام ده من غير من غير الشرح اللي انها شرحناه في السلايات اللي بعد منه ممكن يكون الصورة مش واضحة لكن دلوقتي واضحة ان انا بلف لفة كل لفة بضيف زارتين كربون انا ببدأ باسيل كارير بروتين شايل زارتين كربون وهضف به مالونايل فهي هضف به مالونايل ا فيه ثلاث زارت كربون وهنزع منه CO2 يبقى انا كني هضيف ايه هضيف زارتين كربون بس حلص لما اضيف زارتين كربون بالصورة دي هيدف بصورة ايه CH2CO حلص CH2CO CH2CO دي خلص هيبقى المركب بتاعي ايه اهو يعني C H 3 C O C H 2 C O S Q A وهذه البروتين بتاعي خلاص ده البروتين الكارير اللي شايل اللي اللي عملية عشان يكمل عليه خلاص طب المركب ده بقى عشان يحوله إلى الخطوة ال C O دي هحولها ل C H 2 بستخدم اتنين جزئ من الناد H بلاس H على خطوتين الخطوة الاولى هحول دي إلى A هحولها ال C دي اللي في النص دي وهنا بقيت المركب زي ما هو هحول دي إلى A H وال O دي هتبقى ايه O H خلاص هختزل دي هختزلها الزرة دي هتبقى ايه هيسمي المركب ده بيتا هيدروكسي بيتا هيدروكسي خلاص لاني دي زرق دي كربوكسيل ودي ألفا ودي الزرة بيتا خلاص كده طيب بعد كده بعد كده بعد كده هنزع جزئ مية زارة الكربون دي ودي هشيل ال O H من هنا وهشيل H من هنا ال H اللي زي دي كده واروح جاي اعمل ايه بقى ادي فيها H اخرى واروح اعمل دبل بوند خلاص كده بعد كده هستخدم الجزئ بقى ايه بقى المراكب بتاع CH3 CH double bond CH وبقية اللي هي المراكب اخر حاجة بقى اعمل عملية ايه Reduction مرة اقصر هاقصر الربطة دي واستخدم جزئ ند H plus H الاتنين H يعني وهيحول ده الى CH3 CH 2 CH2 CO S CO ENZYME BIDMAN اه خلاص كده عملته ايه يبقى حولته الى اتنين حولته الى اربعة هبدأ الف لفة تانية هروح مده خلوا ملوناي للمرة اخرى يبقى الستة بقى تمانية بقى عشرة بقى اتناشر لغاية ما اوصل الستاشر زر الكربون متقالك كده واضح صح طبعا التفاصيل دي التفاصيل دي مش عليك التفاصيل دي مش عليك بس لازم تعرفي ازاي لازم تعرفي ازاي خلاص لان لو لو ديتلك بس كده وما ديتلكيش التفاصيل دي هتبقى الامور بالنسبالك ايه مبهمة نرجع تاني هنا بقى يبقى خلاص يبقى الحتة المنطقة دي دورة دي دورة لفة يعني بادي انا بالاسيل كاريال اللي فيه زر الكربون وحط عليه ملونيل وانزع CO2 وهلف اللفة اللي انا شرحتها بالتفاصيل دي ها حيديني المركب الاسيل ده ومعا مين المركب بقى اربع زر الكربون هم عرفنا ازاي بقى CH3 COS بقيت البروتين بقيت CH3 CH2 CH2 COS يعني زادت زرتين كربون صح هلف هحط ملونيل مرة اخرى وانزع CO2 واعمل نفس العملية تانية بال بالناد H فهيديني ايه ست زرات كربون هلف اللفة تانية تمانية لغاية لما وصل لإيه للمركب الاخير ده اللي هو ايه 16 زر الكربون ارجع اكثر لا يه المركب ده خلاص انا مش عايزه بقى ده وطلع الفاتي اسيد free في الاخير الاخر خالص اللي هو بالميتك اسيد اللي هو مين اللي هو 16 زر الكربون ده 16 زر الكربون دي الدورة الاولانية اللي هو موصل للبالميتك خلاص طب الدورة التانية ليه الميكروزومال بسوي فور فاتي أسيد سنسي قال لي التانية دي الميكروزومال دي this is probably the main site for the elongation of existing long chain فاتي أسيد مولوكيول يعني دي دورة دي ما بتنشقش الحامض الدهني من الاولا دي بتاخد حامض دهني جاهز وتطوله بدلا ما كان 16 تخليه 18 تخليه 20 تخليه 22 زر الكربون واحد كزا خلاص زي production of acid longer than 16 carbon atom يعني انتاج اي حامض دهني اكتر من 16 زر الكربون يبقى هستخدم الدورة دي هاخد البالميتك اللي انا جبته وطوله في فين هطوله فيه الدورة التانية دي اللي هي الميكروزومال بسوي واضح يبقى الدورة التانية دي تعتبر هي الايه المكان الرئيسي لاستطالة الاحماض الدهنية حامض دهني عندي وعايز اطوله باشتخدم الايه الدورة التانية خلاص الانتاج احماض دهنية طويلة الايه طويلة السلسلة ده مخطط كابي وريني هنا الاسيطايل الاسيطايل كو انزايم ايه احاوله الى البالميتك اسيد لو 16 زر الكربون يبقى لازم استخدم دينوفو سينسيس لسيتو بلازميك صح هي اللي بتنشئ من الاول هي اللي بتنشئ من اول الاسيطايل وتمشي لغاية تديني بالميتك يبقى هستخدم الايه الدينوفو طب عندي بالميتك بقى خلاص عايز اعمل له ايه عايز احاوله الاسيارك 18 زر الكربون مشابع برضك يبقى بعمل له ايه انا هزود له زراتين كربون مش الدورة الاولانية بتوجي عند البالميتك وتقف ما تعملك زيادة خلاص هي اطول حاجة تقدر تعملها لك تنشئ لك من الاول من اول الاسيطايل مع المالونيل وتبدأ تاخد لفة مع لفة مع لفة لما توصلك ليه بالميتك اسيد 16 زر الكربون طب انا لا الخلية عايزة 18 زر الكربون يبقى روح للايه الدورة التانية خلاص هتعمل لي ايه هتحول لي البالميتك الى استيارك 18 زر الكربون خلاص طب انا عايز بقى الاستيارك دي احاولي الاوليك اسيد هعمل له ايه هعايزة اعمل له يبقى فيه double bond هعايز انشئ ايه ربطة في مكان نمرة تسعة مثلا لان هو ده المكان اللي ممكن الخلية في الانسان تعملها تعمل في نمرة تسعة واللي بعد منها لكن ما تعملش في ايه قبل نمرة تسعة زي ما خادنا في الترمي الاولاني صح يبقى اعمل هنا ايه عملية اسمها دي ساتيوريشن عملية الايه دي ساتيوريشن لو بنزع ايه بنزع هيدروجين من تسعة وايه وعشرة او بعدها من اتناشر وتلاتاشر او خمستاشر وستاشر وهكذا خلاص? واضح الكلام. طيب. هناخد دردشة شوية كده ونريح ونبدأ المحاضرة اللي بعد كده. ماشي? تاخد بريك دلوقتي ولا ندردش شوية في الاختبار? ها? بريك ولا ندردش في الاختبار اللي جاي لنا يوم الحد الجاي? ندردش. طيب. احنا الجزء اللي فات احنا هنا فيه المحاضرة بتاعت العناصر والمية او هنخليها للايه? او المنرال والمية هنعملها فين? هنخليها للفاينال. خلاص? طيب. يبقى احنا الاجزاء اللي موجودة دي عندنا من اول المحاضرة واحد كده لغاية المحاضرة بتاعت السكر. مش كده? اه لغاية محاضرة الايه? الديابيتس. كل ده داخل معانا في الايه? في الاختبار. طبعا المحاضرة الاولى الديلتا جي والمش عارف ايه طبعا لازم تبقي فاهمة التلاتة اكسبريشن دول بيعبروا عن ايه وبتاع واضحة المحاضرة دي. خلاص? طيب. كل الجليكوليزيز بقى من اول الجليكوليزيز والكريب سايكل والبنتوس في سفيد باسويه الكي انزايم الكي انزايم كلام مواضح هو اللبيب بالاشارة يفهم الكي انزايم مهم جدا في الجليكوليزيز والكريب سايكل والبنتوس في سفيد باسويه. دايما كنت قولك هنا في اللي هو الايه? كي انزايم مش كل الانزايم انا عايز الكي انزايم ولازم تعرف تكتبيها كويس. خلاص? الكي انزايم بتاعت الجليكوليزيز بتاعت الكريب سايكل بتاعت البنتوس في سفيد باسويه. تمام? طب الحاجة تانية حسابات الطاقة. حسابات الطاقة. بنسبة للجليكوليزيز. انا عارف ان يا في ايروبك وفي ايه? انا ايروبك. هنا ايه? هنا ادي ايه الطاقة لنتجة وهنا ادي ايه الطاقة لنتجة? صح? اه لو في جداول لو في بتاعي بتبقي مركزة معاها جامد. خلاص كده? الجليكوليزيز. مهم جدا نحسب الطاقة. انا حسابتلكم كل حتة في الطاقة. في الجليكوليزيز. ولو هي ايروبك. يبقى معناها ان ايه? ان البايروبك هيروح على الايه? على الكريب سايكل. هيبقى من ستة لتمانية اي تي بي. ولو ما فيش هوى. لو ما فيش اكسوجين. يبقى مش هتروح على الايه? الاسيطايل. يبقى تروح على الايه? على الاكتك اسد. هيبقى كل الطاقة الناتجة اتنين اي تي بي. ليه? لان اخدت انا الايه? اخدت الناد اتش بلاس اتش. اللي ممكن تديني تلاتة اي تي بي بعد كده. واستغلتها على طول. عشان ايه? عشان اجيب منها الايه? الاكتك اسد. يبقى كل الناتج ايه? اتنين اي تي بي. صح? وعرفنا ليه مهمة جدا الحكاية دي مهمة جدا. عشان ايه? استمرارية الايه? الجلاكوليزيس. وإلا مش يبقى فيه اتنين اتي بي كمان. يبقى لا احسن لا اضحي بالتلاتة دولة عشان يبقى فيه جلاكوليزيس شغالة على طول. صح? وطبعا في عندنا خلايا زي الاربي سيت بتنش ايه بتشغالة على الموضوع ده. صح? كل الحاجات دي ركزة عليها. كل الحاجات دي ركزة عليها مهمة جدا. طب الكريب سايكل نفس الحكاية حسابات الطاقة للكريب سايكل. من اول ما نخش للبربراتور ستيب لتحويل البايوروفيك الى الاسيطايل. خلاص? فيه انتاج للطاقة. طب الاسيطايل لما نخش جوه الكريبس. الواحدة اسيطايل جوه الكريبس باثناشر اي تي بي. وعرفنا الاثناشر جايين منيه. صح? ثلاثة ناد ايتش بلاس ايتش وواحدة فاد ايتش تو وواحدة ايت بي جاية بالطريقة الايه السابستريت. صح? كل الكلام بتاع الطاقة ده مهمة تركز عليه. طب البنتوس فوس فيت. ليه حساب للطاقة? رغم اني انا ما بستخدمهوش. الا في حاجات ايه? في ضرورة قصوى. انا بستخدم البنتوس فوس فيت عشان انتج الناد بي ايتش بلاس ايتش. صح? وبستخدمه زي ما شفنا كده في الدهون في 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 صح? لكن هل هي ممكن تديني اي تي بي? طبعا ممكن. صح? الناد بي ايتش بتلاتة اي تي بي زيها زي مين? زي الناد ايتش. خلاص? ولكن الخلية بتستغل الناد بي ايتش دي في عملية الايه? الريدكشن زي ما شفنا كده. يبقى نركز عليها. خلاص? يبقى الكي انزايم في كل التلات دورات مهم جدا ولازم تعرف تكتبيهم عشان ممكن تسيلي فيهم في الميت ترمي في كتابة. حسابات الطاقة ازاي عسابها? عدد ايه بالزبط الناتج? خلاص? طيب. برضك الفانكشن. الفانكشن مهم جدا. برج الدversة الس exileها ازاي عشان مهم ساقان ازاي عشان مهم تatiniber العشارة السابق ام من زيها يعطي Strategie الأنزيمات بتاعت البيجيشن كلها كل الأنزيمات بتاعت البيجيشن بتاع الكربويدريت من أول الماوس لغاية الأمعاء خلاص الأنزيمات بتاعت البيجيشن بتاعت الكربويدريت الأكتف والباسف ميكانيزم الكربويدريت مهم الأكتف والباسف مهم خلاص البروتين الناقل مهم عملية الامتصاص مهم خلاص بقى كده يبقى اللي فهم بقى الله يبارك له حد أنا بقى أنا أقولت كل حاجة مهمة يا بنتي أنا أقولت كل اللي احنا خدناه مهمة مهمة وبقولك خلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا ما عادش يقولي يا دكتور انت ما قلتش مش عارف ايه أنا بقولك كل المحاضرات اللي جات مهمة وبركزلك على حاجات معينة ماشي خلي بالك من كذا لأنك ممكن ايه أنا قلت كتير جداً في المحاضرات يعني مفروض تسمعوا المحاضرات السابقة دايماً نقولك الكينزاي مهمة بتاع أي دورة ده اللي متحكم في الدورة لو فيه هرمون بتحكم في دورة لو فيه مش عارف ايه بيبقى مهمة جداً طبعا حسابات الطاقة مهمة جداً طبعا الأبزور بشانو مهمة جداً طبعا الميكانيكيات الألية بتاعت الامتصاص مهمة جداً طبعا كده طيب هناخد راحة خمس دقيق ولا نبدأ على الساعة هناخد راحة تمان دقيق الساعة دلاتة اتنين وخمسين طيب خلاص هنبدأ الساعة تسعة ودقتي عشان خطر ليلة ماشي يلا سلام عليكم راحة كده تصيد شايوتيكو سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 في صوت هنبدأ ان شاء الله المحاضرة الثانية دي هنتكلم فيها على مجموعة من العمليات الحيوية كيتوجينيزيز لتكوين أجسام كيتوجينيزيز نحلل هذه الأجسام كيتوجينية كيتوجينيز كيتوجينيز أو كيتوأسيدوزيز زيادة الكيتوجينيز لدرجة تكون هموضة وهنكلم على الكوليسترول التخليق الكوليسترول وjaliam المتابوليزم كيتوم باديس These are three compounds formed by the liver and include دي عبارة عن ثلاث مركبات أساسية ثلاث مركبات أساسية ها يتكون فين في الليفر في الليفر مين هم الثلاثة دولة اللي هو البيتا هيدروكسي بيتا هيدروكسي بيوتيرك أسيد بيوتيرك أسيد كربون بيتا هيدروكسي يعني في دي مجموعة الكربوكسيل دي زارة كربون ألفا ودي بيتا زي ما احنا عارفين ففي بيتا هيدروكسي وفي الأسيتو أسيتات أسيتو أسيتات خلاص ده مركب آخر وفي الأسيتون اللي انتو بتعملوا بالدوافر ده أسيتون دول تلات مركبات أساسية للكيتون باتس طير هي مصدر للطاقة تستخدم كمصدر المصادر الطاقة زي قلنا الموخ ممكن ما فيش جلو كود ممكن يشتغل الكيتون بادس في إنتاج الطاقة له they are converted into acetyl coenzyme A which is oxidized in tricarboxylic acid cycle سهل قوي إن الكيتون بادس دي تحول إلى acetyl coenzyme A acetyl coenzyme A تخش الكريب ساكل تديني 12 ATP هلو أو جميع skeletal muscles زي الكاردك مسل والكيدنيز and most of tissues can use ketone bodies as a source of energy in prolonged fasting and starvation في حالات الصيام أو في حالات الجوع بيبدأ تستخدم الكيتون بادس دي في إنتاج الـ A اتباق زي معنا brain tissues can also oxidize ketone bodies within 5 to 6 days of A of starvation note brain never oxidize fatty acids المخ ما بيستخدمش الـ A الحمد الدنيا في إنتاج الـ A ده كممكن يستخدم جلوكوز أو يستخدم الـ A الكيتون بادس senses of ketone bodies لا الكيتوجينز التخليق الأجسام الكيتونية كيتوجينز is ketone body senses السيطة بتاع المتوكوندرية الأرجان الـ liver الأيم كيتوجينز is a mechanism by which the liver gets gets right off excess acetyl coenzyme A forming in it يعني الكيتوجينز دي تعتبر هي آلية أو ميكانيكية بها الكبد يقدر يتقلص من الأسيطايل coenzyme A الزيادة أي أسيطايل coenzyme A زيادة مش عايزين خلاص نجيب منها طاقة أو ممكن نحاولها إلى أجسام كيتونية precursor المواد البدئة اللي هو الأسيطايل coenzyme A المادة البدئة للأجسام الكوتونية هي الأسيطايل coenzyme A مادة مهمة جدا مادة وسطية مهمة جدا الأسيطايل coenzyme A derive from fatty acids oxidation and ketogenic amino acid يعني ممكن نجيب ها الأسيطايل الأسيطايل A coenzyme A دي أجيبها من الأحماض الدهنية أو أجيبها من تكسير الأحماض الأمنية الكيتوجينيك amino acid أو ممكن أجيبها كما acetoacetate is the first ketone body produced في الأول خالص أول مركب ينتج اللي هو acetoacetate 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 اللي هو C H أجيبه لكم هو C3CO C2CO S coenzyme ده acetoacetate ده المركب الأولان اللي بيونتج خلاص ده اسمه acetoacetate كونزام ايه هينتجه بسرعة acetoacetate اهو خلاص وال الكورسر مش باين معلش طبعا كده ده acetoacetate acetoacetate اهو المركب ده هو أول مركب بيونتج ومنه بجيب ال acetoacetone وبتاهيدروكسي بيوتري خلاص ده ده كتون بيونتج ثم بيونتج بيتاهيدروكسي بيوتري و ال acetoacetone اهو درايف ده لو شفنا الرسمة ده اهو ادي الفتي اصد ممكن يتحول الى acetoacetyl coenzyme اه ctcco ctco s coenzyme اهو اتنين جزء من ال acetyl اللي يعملوا condensing مع بعض ويديني acetoacetyl coenzyme اهو خلاص يبقى جاية من الفتي acid او جاية من الاحماض الامينية لو حصل لها degradation او جاية من اه الجلوكوز و خلاص فادي acetoacetyl coenzyme ايه بعد كده acetoacetyl coenzyme ايه ده اه عن طريق ال الانزيم اللي هو اه بيسموه اه بتاهدروكسي مسائل جلوتريل coenzyme ايه سنسيز ده انزيم سنسيز يعني تخليق بيحصل عملية ايه تكسيف لوحدة acetyl مرة اخرى acetyl coenzyme ايه تخش واخر coenzyme ايه بقى كنا حطيت ccco بس على المراكب والداني المراكب اللي هو بيتاهدروكسي بيتاميسائل جلوتريل coenzyme ايه خلاص اني بيشغل عليه الانزيم ده خلاص بعد كده ببدأ اخرج acetyl coenzyme ايه مرة اخرى ويديني بيور بقى الاسيتو acetyl acetyl ccco ccco co h خلاص الاسيتو acetyl ده المراكب الاولان اللي هو بينتج الاسيتو acetyl طب انا انتجت الاسيتو acetyl سهل اوي ها من الاسيتو acetyl ده خلاص هنزع منه co2 ويديني c3 ccco c2 اللي هو الاسيتون اللي هو ممكن يخرج من الزفير بتاع المريض خلاص ممكن يخرج منه الاسيتون في صورة مع الهوى بتاع الزفير بتاعه او يدي~~~~ المركب الايه الثلاثا هيدروكسي او ثلاثا هيدروكسي او بيسموه بيتا هي دروكسي ثلاثا هيدروكسي او بيتا هي دروكسي على الاسس ان دي الزرة بيتا الزرة الفة ودي الزرة بيتا او 34 اخو 30 33 34 30 top دول الثلاث مركبات الأسية المؤمنين جديد conditions that increase ketogenesis ايه هي الظروف اللي ممكن تزود لعملية الكيتوجينز تزود الايه الكيتوجينز اول حاجة اللي هي السترفيشن السترفيشن اللي هو الجوع الجوع الشديد خلاص انسان بيجوع يعني ماكلش فبيبدأ ايه يقل السكر في جسمه يبدأ يستغل ايه يستغل اي حاجة موجودة في الجسم عشان يحصل على الطاقة فمن ضمن الحاجات اللي بيستغلها بيبدأ يكسر في الدهون ويكسر في الامينوأسد فبينشئ كمية الجلية من الايه من الايه اكسام الكيتونية طبعا الديابيتس ملتس اللي هو مرض السكري من العامل بتؤدي الى زيادة الايه الايه اكسام الكيتونية اه لو كاربويدرات دايت اتباع نظام غذائي بيبقى فيه نسبة كاربويدرات قليلة بيعتمد الجسم على تكسير الايه البروتين او الدهون زي الناس اللي بيستخدموا الكيتو دا دا وكده هايبر كاتابوليك استيت هايبر كاتابوليك استيت بتقول ايها والله انا شايف برضك انه هو ما هو الصحي مش صحي انك انت تبدأي تعملي كيتو يعني بتروحي منع الكاربويدرات خالص ما هو البديل البديل ان الجسم هيبدأ يلجأ الى دهون اه ممكن تخس وبتعبس على حساب حاجات تانية احسن احسن انواع الرجيم يعني ان الانسان يقلل ايه الاكل بتاعه نفسه خلاص ثانية واحدة اشتركوا في القناة ايوه يا جماعة الهايبر كتابوليك استيت أمام بالفيبر والهايبر ثيروديزم لهو فرط نشاط الغدى الايه الدراقية regulation of ketogenesis تنظيم تكوين الكتناد after meal insulin is secreted and this inhibits lipolysis طالما أكلتي يفرز insulin يفرز insulin معناها أنه يدخل جوة الخلايا الجلوكوز معناها هيوقف عملية تحلل الدهون صح ده هو هيساعد على lipolysis ليpolysis and the entire inhibits ketogenesis and the entire inhibit a ketogenesis ده بيمنع تكوين الكتناد يبقى الإنسولين بعد الأكل يفرز يبقى أكيد هيمنع تكوين الكتوجينس لأنه بيساعد على تكون الدون أصلاً مش تحل الدون during fasting anti-insulin hormones are secreted فأثناء الصيام أو في أثناء الجوع السكر بيقل فالإنسولين مفيش فالعكس بقى بيفرز الهرمون المضاد للإنسولين اللي هو زي الجلوكاجون وده بيعمل استيمولات lipolysis ده بيساعد على عايزي نرفع السكر فبيساعد على تحلل الدهون خلاص and the entire ketogenesis واضح صح تمام يا ليل تمام طب العملية التانية بقى الكيتوليزيس عكس الكيتوجينيزيس اللي هو التحلل الايه الا الاكسام دي ketolysis it is oxidation أو breakdown of ketone bodies دي انا بكسر الايه الكيتون bodies عكس التكوين ketolysis عكس الكيتوجينيزيس السايت mitochondria ketolysis occurs in extra hepatic tissue الكيتوليزيس بتحصل في الايه في الاكسترا hepatic tissue as muscles يعني كيتوجينيزيس بتحصل في الايه في الكبد لكن التحلل بتاعها ما بيحصلش في الكبد يعني هي اللي بتطبخ الايه الاكسام الكوتونية بس ما بتستهلق ما بتدقهاش خلاص طبخ طبخ السم ما بيدقهوش هنا بقى ليه بقى كيتون 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 طبخ 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 خطوات كيتوليزيس بقى الخطوات بتاعة الكيتوليزي دي أسيتون بيوتريد بيوتريد دي هيدروجينيز انزيم عن طريق انزيم ده اللي هو البيوتريد بيوتريد دي هيدروجينيز يتحول الى أسيتو أسيتات طيب الأسيتو أسيتات is then activated into أسيتو أسيتايل كو انزيم اي ممكن اتناشط وتحول الى الأسيتو أسيتايل كو انزيم اي باي سيو فريز انزيم in the presence of ساكسنايل كو انزيم اي في وجود الساكسنايل كو انزيم اي او تحول عن طريق مين الأسيتو أسيتايل كو انزيم اي سنسيز in the presence of a of atb for wood ال atb خلاص اخر واحد بقى لتكون ده الى الأسيتو أسيتايل كو انزيم اي is split into two مولوكيول of أسيتايل كو انزيم اي سهل اوي بقى ده يروح مكسور اتنين وتديني اتنين أسيتايل كو انزيم اي كل واحدة منهم تخش دور الكريب وتديني 12 atb which are oxidized in citric acid cycle hg z 12 atb معناها ان انا الأجسام الكتونية بتتحلل وفي ارجان زي عندي في الجسم ممكن تاخدها وتجيب منها طاقة تجيب منها اي طاقة خلاص دائما احنا بنحلل الدهول عشان نحصل على ايه نحصل على طاقة بلود كيتون بادز and كيتوزيس بلود كيتون بادز and كيتوزيس وجود الأجسام الكتونية دي في الدم وفي عملية اسمها الكيتوزيس لو زادت الأجسام الكتونية بتسبب حاجة اسمها الكيتوزيس أو الكيتو أسيدوزيس بلود كيتون بادز كونسنتراشن is less than 3 ملي جرام برديسي لتر ده الرينج الطبيعي يبقى أقل من 3 ملي جرام برديسي لتر ممكن تحصل حاجة اسمها كيتون نيميا ارتفاع نسبة الكيتو بادز في الدم is the increase of blood ketone bodies above normal concentration لو زادت عن 3 ملي جرام ممكن تعمل حاجة اسمها كيتونية it occurs when the rate of formation of ketone bodies ketogenesis is greater than the rate of their oxidation ketosis يعني لو زادت ketogenesis عن ketosis معناها ان الاجسام الكتونية تزيد فيحصل الكتونية خلاص if the condition is السفير لو الظروف دي بتبقى حدة جدا فيبقى فيه انتاج اجسام ketonee عالي فيبقى ketenemia may lead to acidosis ممكن تؤدي الى عملية الاسيدوزis او ketosis او الارتفاح رموضة رموضة الدم بس causes of ketonemia and ketonuria الاسباب بتاع ظهور الاجسام الكتونية في الدم ketonemia او ketonuria اللي هو الاجسام الكتونية في اليورين الاسترفيشان اللي هو اللي بوع الشديد severe diabetes mellitus لو فيه حد عنده ده سكري حد hyper catabolic states لو فيه حالات ايه ارتفاع معدل الهدم يعني تكسير الدهون والبروتينات في الجسم يبقى عالي عند هذا الانساب زي الايه الدايرية and الفيفر الناس اللي عندهم مثلا دايرية او عندهم حمى يبقى فيه المعدلات الهدم يبقى عالية fate of keton bodies مصير الketon bodies دي ايه energy production through ketosis متاج طاقة excretion via lung and kidney ممكن تطلع عن طريق الايه زي الاسيتون كده عن طريق الانج او يطلع عن طريق الايه الورين blood blood level less than one milligram per dc liter blood level مستوى في الدم باقل من واحد ميلي جرام لدc دا ketosis او ketoacidosis ارتفاع نسبة الحموضة ketosis is pathologic metabolic condition characterized by يتميز بايه ketonemia which is increased ketone bodies in blood الانجساء عنده ketonemia عنده ارتفاع نسبة الأجسام الكتونية في الدم ketonuria which is increased ketone body in urine acetone odor of expired air بيطلع ريحة الاسيتون من ايه من النفس بتاعه بيبقى فيه acidosis بقى فيه حموضة الدم وبيحصل dehydration وبيحصل ايه جفاه يبقى دي حالات ايدل ايه المرضية بتاعت الايه ketosis زيادة في اجسام ketonية زيادة في الاخيرة dehydration جفاف dehydration بيحصل جفاف هنعرفين اي اي حاجة زيادة في الدم بترفع بيبدأ ياخد المية من جوة الخلايا البرا عشان يحاول يخفف الجسم يحاول يخفف الدم من الضغط العالي لجوها فبياخد مية من جوة البرا فبيعمل جفاف causes of ketosis اسباب الكيتوزيز بقى ايه او الكيتو أسيدوزيز دي prolonged starvation اسباب ارتفاع الحموضة ان يحصل ايه عمليات الجوع دي تكون لمدة ايه طويلة uncontrolled diabetes mellitus الناس اللي هما عندهم سكر بس هما ايه غير منضبط يعني يعني بيبقى فيه ايه اا يا اكل مش مظبوط ياخد علاج وما يكل او يأكل ما ياخد علاج او اللي هو بيبقى غير منضبط فبيبدأ يحصل الكلام ده الجسم يبدأ يحاول يتصرف ويبدأ يجيب الا اجسام كيتونية تبدأ اجسام كيتونية تزيد تبدأ تعمل المشاكل احنا بنحك عليها ميتابوليزم احنا ايه بنسمع عنه لان هو اصلا مركب زي ما شفنا كده في الترم الاولان ان هو داخل في تركيب مركبات حيوية مهمة جدا داخل في تركيب اللي هو الغشاء بتاع الخلية داخل في تركيب مجموعة كبيرة جدا من الهرمونات في الجسم فهو مركب مهم من غير وممكن يحصل مشاكل لدرجة ربنا سبحانه وتعالى بخلي الجسم بيخلقه صح الجسم بيخلق الحاجات اللي هي ما يدرش يستغنى عنها فالكلسترول هو مهم جدا في الجسم والجسم بيبدأ بيخلقه المشكلة بتاعت الكولسترول زي ما هناخد في المحاضرات اللي جاية ان هو ايه يعني مش عايز اقول غباء الانسان ان هو الانسان بيأكل حاجات هو مفهود ما يكلش او يكلها ايه بايه باي يعني ينظم اكله يعني ينظم اكله ياكل هو اخوات ومش ياكل هو الوحد بس لكن لما ياكل هو الوحد وبيقدر يبدأ يحصل له ارتفاع كولسترول وكاء وحاجات دي يبقى هنا ميتابوليزم كولسترول 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 في النبات لا مش هيرتفع هو اخواتك انت اشتاكل حتة واحد كأكل يبقى حلو قوي انت جسمك محتاج شوية كولسترول صغيرين زي ما نشوف كده من بره شوية صغرين مش محتاجة كتير يعني ما تجيش اكل جنبري بقى طعم جميل تروح وكل كيلو جنبري لوحد تاكل انت اخواتك 3-4-5 3-4-5 فالعملية تتقسم عليكم كلكم فكل واحد ياخد الـ 400 ميلي جرام اللي هو محتاج ومه بس لكن لما تاكل انت كلهم فانت هنا بقى المشكلة بتاعت اه تخلي واجباتك خفيفة خلاص الكوليسترول هو ايه انيمال استيرول في النبات بيسموه فايتوستيرول حاجة تانية it is solid alkohol having O-H group at C-3 في نمرة ثلاثة زي ما نشوف شكله احنا اخدناها قبل كده في زر كابون نمرة ثلاثة في الكوليسترول فيها O-H هو كله هيدروكاربو معدل O-H اللي موجودة دي خلاص source of كوليسترول endogenous وفي exogenous اللي هو داخلي يعني انت اللي جسم بيخلقه كوليسترول is formed in the body almost in all nucleotide cells from acetyl coenzyme A بيخلقوا باردك من المركب المهم بتاعنا ده acetyl coenzyme A باس جسم بيخلق حوالي كام 700 ملجرام لغاية 1000 ملجرام باس 700 إلى 1000 ملجرام per day ال oxigenus اللي جايلك من بره بقى such as the egg the egg yolk the meat liver and brain فيه ناس بتاكل المخ المخ حلو طعمه جميل بس بقى فيه ناس بكل السرور العالية صح ضايت سابلايز about 400 ملجرام per day يعني ممكن الوجبات المعتادلة بتاعتك هتديك حوالي 400 ملجرام per day يعني تقريبا حوالي 1300 مل اللي انت ممكن تحتاجيهم في اليوم 1100 ال 1200 كده خلاص المشكلة بتحصل بقى لو انت زودت ال 400 ملجرام دول بتاع هنج ليه مش عايز يقلي انتو بتكتبوا حاجة مش باينة عندي و معرفش ايه اللي هنج اللي مش عايز يقلي بسم الله بسمعيني ولا بسمعيني حسن نكون بسمعيني كمان ما انا مش شايف مش شايف الكتابة بتاعكم مش بتظهر بسمعيني في حاجة ممكن يتكلم ويقول سامع ولا مس لا سامعيني سامعين ايو سامعين طيب انا مش عارف ايه اللي بيحصل فيه اللي عايز يقلب الكمبيوتر السلايت ولا عايز يطلع الشات بتاعكم ممكن ايه ممكن ايه اقول احنا واصلين هالسلايت دي يعني مكاننا صح انتوا قافين عن السلايت دي انا عايز اقلب مش عارف بتوصل لكم يعني انا وقاف عن السلايت ميتابوليزم اوف كوليسترول صح لا احنا عندي انا كوليسترول يعني انتوا عديتوا اي ما لايه بقى ده انا عندي يبقى فيه مشكلة الان الكيتو انا بقى يعني هو بيقلب كده دلوقتي عندكم اي طب انا المفروض فيه بعد كده تقريبا اللي هو الكوليسترول سينسيز ايوه شايفينها لا الان اللي بعدها صار انتوا في اللي بعدها ايوه طب كده رجعنا لها في الكوليسترول سينسيز ايوه ايوه هيبقى اولاها لكم من غير ما انا اشوفها يعني ولا اعمل ايوه انا مش عارف ايه اللي بيحصل ايه ده بسم الله ترجع تحمل المحاضرة تقول ايه؟ لارجع تحمل المحاضرة يمكن ايه طب هو مش عايز يدينا اي حاجة مفيش اي حاجة عايزة تشتغل في المكان اللي انا بجيب منه ممكن حمل المحاضرة مرة اخرى بسم الله دكتور نعم يقولون ممكن اذا حدثت صفحة او طلعت ودخلت اطلع من اين؟ من المحاضرة اول اطلع من المحاضرة دي خالص؟ ايه؟ لو طلعت منها خالص هتاعمل محاضرة جديدة ليه ما سؤمنت طب ده غريب او او افا ؟ المحاضرة من اين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم في صوت طيب الحمد لله طيب احنا اتكلم على الكوليسترول سنسل ربنا يسطرها معانا ان شاء الله المحاضرة دي طيب تخليق الكوليسترول بقى السايت اكستراميتوكوندرين برضه بره الميتوكوندرين في السايتوزول هو المكان الرئيسي اللي بيتكون فيه الكوليسترول او اكتر كمية من الكوليسترول بتتكون في الجسم من السبعمائة ميلي ده للألف ده بتكون فيه في الليبر كل ده بتنتج كميات ايه من الكوليسترول كميات قليلة طبعا بالنسبة للليبر ودي الـ OH اللي في نمرة 3 اللي احنا بنحكي عنها الـ OH هي ايه بتاعت نمرة 3 هو عبارة عن هيدروكاربون يعني كربون وهيدروجين بس تركيب بتاعه كربون وهيدروجين بس ما عادة في نمرة 3 فيه OH خلاص بريكورسر بتاعه الاسيتالكو انزيم ايه هو اللي بتكون من الاسيتالكو انزيم ايه الـ Key Enzyme of Cholesterol Senses is a هيدروكسي مسائل جلوترائل کو انزيم ايه ريداكتاز الانزيم ده HMG کو انزيم ايه ريداكتاز ده اللي هو الـ Key Enzyme قلنا الـ Key Enzyme دايما بيبقى ايه مهم في اي حاجة ناخد So regulation of Cholesterol Senses is controlled by هيدروكسي مسائل جلوترائل کو انزيم ايه ريداكتاز هو اللي بتحكم فيه في تخليقه يعني Steps خطوات التخليق Formation of Acetoacetyl Coenzyme A بابدأ من الـ Acetyl Coenzyme A اكون الـ Acetoacetyl Coenzyme A By Condensation of Two Molecules of Acetyl Coenzyme A ببسيط كده هتلاقي عندي هنا هو الـ Acetyl C3COS Coenzyme A هاستخدم اتنين جزئة وعملهم Condensing ها اكسفهم في بعض وكون الـ Acetoacetyl Coenzyme A ده خلاص الـ Acetoacetyl Coenzyme A زي ما احنا شايفين هنا عن طريق الـ Hydroxy مسائل جلوترائل کو انزيم A سنسيز ها هياخد جزء Acetyl Coenzyme A مرة اخرى واديني 3 Hydroxy 3 مسائل جلوترائل کو انزيم A كسفت 3 ايه 3 جزئات من الايه من الـ Acetyl Coenzyme بعد كده في خطوات عديدة هيروح للـ ايه للـ Mevalonic Acid الميvalonic Acid ده خلاص بعد خطوات عديدة هيكون لـ ايه جزء الميvalonic Acid اللي هو النواة بتاعة الايه التكوين بقى الايه الكوليسترول الميvalonic Acid ها هو بيتحول بعد كده في خطوات عديدة الى السكوالين في خطوات عديدة يروح للـ ايه لانوستيرول يروح للـ ديسموستيرول يروح للـ الكوليسترول طبعا هي خطوات ايه complicated انا عايزين ايه اني بسط الموضوع بس بالنسبال لكم مش هيهموكم اوي ايه السنسس بتاعها الا الحاجات اللي انا بقولها بس ماشي يبقى بكوين الـ Aceto Acetyl ويرجع بعد كده Conversion of Aceto Acetyl Coenzyme A2 كوليسترول عن طريق تكوين الميvalonic Acid ومن الميvalonic Acid بحوله الى ايه الى الكوليسترول ماشي يعني نركز على اللي انا بقوله بس في السنسس مش كل الخطوات يعني همني جدا الايه الانزيم بيشتغل فين اهو الانزيم ده هميني فين و ايه انا ببدأ من ايه من الـ Acetyl Coenzyme A بجيب الـ Aceto Acetyl ومن الـ Aceto Acetyl بجيب الايه اللي هو المركب المشهور ده الى 3-Hedroxy 3-Mesyl Coenzyme A وبحوله الى ميفالونيك والميفالونيك بحوله الى ايه الى كوليسترول حتى الايه اللي في النص دولة ممكن ايه بس من الميفالونيك على طول روح الايه للكوليسترول تمام فانكشن اوف كوليسترول مهمة بقى جدا الـ Importance او الـ Function تسعى ليه كوليسترول اهميته ايه ووظفته ايه كوليسترول enters in the structure of everybody's cells ليه لانه دخل فيه السيل ممبرين داخل فيه تكوين السيل ممبرين نفسه طب كوليسترول is the precursor of vitamin D3 زي ما خادنا قبل كده ان هو مجرد ان بكسر ربطه وتحول الى CH2 وبحوله الى ايه بكسر حلقة بس كده بحول الكوليسترول الى vitamin D3 طب steroid hormones كل الهرمونات الاستيرويدية تقريبا جاية لي منين جاني من الكوليسترول كل الهرمونات الجنسية جاية من الكوليسترول بخلق الهرمونات الجنسية من الكوليسترول دي اهميته طب بلاسما كوليسترول كوليسترول present in plasma is easier free or esterified يكون في صورة free او يكون استر الOH بتاعت نمرة 3 دي رابط معاه فاتي اسر او رابط معاه حاجة في عامل ايه عامل رابطة استر مع حاجة تادي توقف بلاسما كوليسترول دم سوف يكون من 240 إلى 220 ميلي جرام على pac событи دي اهمه employees الم Quốc 22 ميلي جرام والمودي صح يبقى الكوليسترول ب total من 140 إلى 220 нее بلاسما كوليسترول يبقى 26 إلى 126 ميلي جرام طيب hypercholesterolemia دي حالة من حالات بقى لو حصل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم hypercholesterolemia it is increased increased plasma cholesterol concentration above 220 mg لو ارتفع عن 220 ميلي جرام بيبدأ يحصل حاجة اسمها hypercholesterolemia ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم causes لأسباب بتاعها diet rich in carbohydrate diet rich in carbohydrate cholesterol and saturated fatty acids ثلاثة حاجات دولة كربويدرات زيادة كوليسترول زيادة في الاكل او saturated fatty acid احماض ضهنية مشبعة التلاتة دولة بيعملوا ايه بيعملوا hypercholesterolemia 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 يبعت الكوليسترول الى الايه البايل acides فلو الغد النشاطة اقليل معناها الايه الهرمون ده قليل فبيبقى ايه بيبقى بيزيت تركيز الكوليسترول في الدم diabetes and obesity مرضى السكري و مرضى السمنة ممكن يعملوا برضا اكتفاء عن نزمة الكوليسترول kidney infection اللي هو عدوى الكلة nephotic syndrome اللي هو بيسموها المتبازمة الكلوية في مشكلة في الكلة prostructive jaundice اللي هو بيسموه اليرقان الانسدادة تعال الانسداد الخنوات المرارية due to decreased excretion of colesterol and bile acids بيبقى رجع الى ايه decreased excretion of colesterol and bile acids اخر حاجة اللي هو ايه familial hypercholesterolemia اللي هو بيبقى فيه ايه فيه اه اه تاريخ خراسي يعني ارتفاع الكوليسترول بيبقى فيه جزء جيني منه ارتفاع الكوليسترول بيبقى رجع الى ايه الى جينات وراسية ده اخر ايه اخر ساعة طبعا hypocholesterolemia اللي هو انخفاض نسبة الكوليسترول it is decreased ما فيش سكر الاحماض الدونية الغير مشابعة عالية and poor insaturated وما فيهاش احماض دونية مشابعة كتير او poor في الكربويدريت والايه والكوليسترول وفي نفس الوقت ممكن الوجبة غنية بالايه بالانسaturated fatty acid فده كل اللي هي هيقلل الكوليسترول liver disease liver disease امراض الكبد as liver is a site where most plasma is in size اي امراض في الليبر لاني يعتبر الليبر هو المكان الرئيسي اللي بيكون اكبر كمية من الكوليسترول في الجسم لو فيه مشكلة فبيبقى احصل نقص نسبة الكوليسترول طبعا نقص الكوليسترول مشكلة زي 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 الكوليسترول زي ما قلنا اللي داخل فيه تركيب مركبات حيوية مهمة جدا في الجسم ونقصها هيبقى من مشاكل كبيرة جدا خلاص chronic infection as suprosylusis دي اللي هو مرض السول الدهون دهون يعني دايما ازول من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة دي اتناول بايه بتبقى داخله في الوجبة بتاعتي اساسية ايضا اللي هي loaded with fiber اللي بيبقى فيها الياف contain high amount of vitamin الوجبة بتاعتي بقى فيها ايه كميات من vitamin وال mineral وال phytonutrients phytonutrients اللي هي مغزيات نباتية يبقى فيها مواد ايه جاية من النبات phytonutrients include low fat protein يبقى الطعام الطعام بيبقى غاني بالبروتين with very with every meal مع كل وجبة زي ال beans وال eggs وال fish slow down when eating ما تيجي تاكل كده تاكل بالراحة تنضغي كده بالراحة كده تاكل بالمزاج ها التماهل عند الايه عند الاكل too fast eating لو كانت بسرعة will exceed calorie needs before realizing we are full يعني الاكل السريع ده هيخليك تغدي احتياجات سعرات حررية عالية قبل ما الاحساس بانك انت شباعتي يجي لك يعني لو انت اكتب بالراحة فيبدأ السعرات الحرية بترتفع واحدة 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 فبتيجي عند حد معين هتحسي بالاشباع خلاص لكن لو انت بتاكل بسرعة السعرات الحرية بتزيد عن الاحتياج بتاعك فانت بتاكل كمية اكتر لانك لسه مش حس بالشبع فبتحسي بالشبع بعد ما تكوني اكلتي كمية اكبر من انت محتاجها فدائما الاكل بسرعة يخليك تأكل كمية الطعام اللي انت بتأكلها كمية الكالوروز هتبقى اكتر من الاحتياج بتاعك لانك هتشعر بالشبع بعد ما تكون انت عملت فل للمعدة بتاعتك بخلاف لو انت اكلتي واحدة واحدة دائما الناس اللي هم الاجانب يعودوا يأكلوا فترات طويلة جدا يعودوا يأكلوا ويتكلموا على الاكل طبعا دي سنن سنن عندنا احنا في الاكل عن الرسول ان احنا تحدثوا على الايه على الطعام ولو بايه باسمان اسلحتكم يعني اي حاجة تتكلم في اي حاجة على الاكل بحيث انك تأكل واحدة واحدة تندغي واحدة واحدة عشان تشعر بالشبعة خلاص وكده نكون احنا خلصنا المحاضرة التانية دي ان شاء الله وربنا وفقكم في الاختبار ان شاء الله لحد الجاي في حد عند اي سؤال في اي سؤال خاص بالاختبار تمام يا ليل ان شاء الله يوم الحد الجاي الاختبار بتاعكم في حد عند اي سؤال الامور كلها واضحة الاسئلة هكون في اسئلة امس كيو خلاص ويكون فيه كمية اسئلة كبيرة كتابة لان هنخلص الكتابة في الميت ترم عشان يبقى ال كله ايه امس كيو ونركز على الحاجات اللي هنالنهار ده كام ايه يا امل ايه اللي كام كم سؤال كتابة والله كتير يا امل طبعا انا كم ممكن اكتب اسئلة ما تزعل ليش ده ندف مصلحتك هو يتعبني انا يعني انا بزود عشان مصلحتك انا بزود الاسئلة شوية علشان كل سؤال يبقى عليه درجة درجتين فلو حد اجابة ممكن كده لو راحت منه اجابة يبقى ايه هيروح منه درجة هيروح منه درجتين لكن لو جبتلك مثلا سؤالين السؤالين سؤال بخمسة وسؤال بخمسة عرفتي السؤال خدت الخمسة معرفيش السؤال خدت صفر طب السؤال بخمسة ده انا قسمت على تلاتة الف وبيه وجيه يبقى انت كده ايه لو راحت منك واحدة هتلاقي التانية هتلاقي التالتة فاهمين الاختبار ساعة ساعة كاملة فا ايه يعني ان شاء الله تقفلوا الاختبار امل بتقول تمام بس هي بتعيط معرفش ليه يعني لا لا ساعة مش قليل ساعة كتير قوي ساعة كتير قوي على الاختبار ساعة كتير على الاختبار خلاص زي ما قلتلكم ركزوا على الحاجات قلتها لكم دي هتلاقي الامور كلها ايه سهلة وبسيطة تمام ساعة كويس على الاختبار يقام في حد عايز السؤال تاني اه اتخضت امل اتخضت شوية لا اتخض معلش اتخض دلوقتي احسن ما تتخض في الامتحاد انا بقولكم الاختبار هيبقى هيبقى اه 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 يعني في كذا سؤال كتابة كذا سؤال كتابة يعني سئلة الكتابة هتبقى اه بسم الله الرحمن الرحيم الامس هيبقى حوالي تعريبا عشر اسئلة عشر اسئلة امس كيو والكتابة هيبقى خمس اسئلة خمس اسئلة كل سؤال ممكن يبقى ايه وبي كده يعني زي ما قلت لكم لو لو حطيت السؤال واحد بخمس هيبقى مش مصطحي لكم خالص بتلاتين درجة توتل المجد بتلاتين درجة انا حاولت اقسم الاسئلة عشان تبقى ايه انت هتكتبك ما تقعدش ترغي كتير السؤال بيبقى جابته حاجة محددة تلات كلمات اربع كلمات خمس كلمات كده يعني يعركزي وتلاقي الامور هتلاقي الامور سهلة جدا هتلاقي الامور سهلة جدا ويتركزوا على الحاجات اللي انا قلتلك عليها وتركزوا على اي تابل موجودة اي تابل موجودة كده تركز عليها وبس خلاص هتلاقوا تلاتين درجة في 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 جيبك طيب خلاص نشوفكم على خير ان شاء الله ولو اي حد عنده سؤال على حاجة ممكن اي على الجروب لغاية قبل الامتحان بيو حلاص يلا نشوفكم على خير ان شاء الله